طلاب الأدب فاعل بس في حال واحدة إذا كان مفعل به ضمير منفصل يدلو على الإختصاص إياك وشلتها الآن بدنا نكمل القاعدة بدنا نأخذ مثال عشان نعرف ونستنتج هذه القاعدة تعالوا معي يلا يا ابني يلا بسم الله فإنه جملة نحن طبعا عنوان تقدم مفعل به على الفعل والفعل وجوبا لكن حالة إيش حالة باء لأنه ألف أخذناها بالفيديو السابق ماذا تفعل جملة مثال مثال بسيط ماذا تفعل طيب هذا مثال بسيط مالو باجي بتطلع هل في فعل هون نعم وين الفعل تفعل هذا الفعل تفعل طيب وين الفاعل لأنه كل فعل له فاعل في فعل ما لهش فاعل لا طبعا هناك حالات خاصة جدا جدا ما بأخذها إلى المختصين بدنا ناشي إياهم مثل طالما هذا بدنا ناشي إياه أنه والله بأخذش فاعل بسبب ما التي منعت أو كفت الفعل عن الفعل عن الفاعل ما بدنا إياه إحنا بهمنا قاعدة كل فعل إله إيش إله فاعل طيب ماذا تفعل تفعل فعل وين الفاعل الفاعل مستتر لما ما يكون الفاعل موجود شو بسميه مستتر لآن أنا إذا بتتذكروا حكيت لكم إن ما بهمني الفاعل في التقدم مفعل به على الفعل والفاعل أنا بهمني إنه إنه موجود فاعل أكيد طيب تفعل فعل لازم ولا متعدي نتذكر شو يعني لازم؟ لازم يعني ما بأخذ مفعل به طب شو يعني متعدي؟ بأخذ مفعل به طب كيف أكشف يا أستاذ اللازم والمتعدي؟ إما بحط له ضمير الهاء أو بحط له سؤال ماذا؟ أو بحطه في جملة فإذا احتاج كلمة ثالثة اللي هو مفعل به معناته متعدي إذا ما احتاج معناته فعل لازم يعني مثل جلس الطالب مش بحاجة لكلمة هذا فعل لازم لكن مثلا أخذ الطالب الكتاب احتاج لكلمة ثالثة إذا هذا متعدي أو بسأل ماذا؟ ماذا أخذ تزبط معها سؤال ماذا؟ إذا هذا فعل متعدي لكن ماذا جلس بزبط؟ لا إذا هذا فعل لازم أو بحط معه الضمير أخذه بزبط معه الضمير إذا هذا متعدي جلسه لا ما بزبط إذا هذا لازم إذا أنا أمامي عدة طرق لمعرفة اللازم من المتعدي طيب هذا تفعل تفعل ماذا تفعل؟ تزبط تفعله تزبط تفعل الفتاة الكتابة أو الدراسة إذا بزبط فيها إذا هذا فعل متعدي والفعل متعدي شي يعني المتعدي؟ يعني بده مفعول به طيب الفعل موجود أين المفعول به؟ وين المفعول به؟ وين المفعول به أستاذ؟ الفعل متعدي بس مش موجود المفعول به طيب وطبعا هذا الفعل مسكين هذا الفعل راح يبكي راح يبكي ينزل منه دمع ليش يا أستاذ لأنه بده مفعل به بده حقه حقه مفعل به وينه بيقول لك أنا بدي المفعل به تبعي وين مفعل به فبتيتي ماذا هذا بتصير التبطب عليه بتقوله خالص ما عليك إنك تكون راضي شو بدك يا تفعل بدك مفعل به خلص أنا بسد مسد المفعل به بسد مسد المفعل به بس لأنه ما بيضبط النتيجة بعد الفعل يعني بيثبتش أحكي تفعل ماذا لازم ماذا تيجي في البداية ليش لأنه اسم استفهام وأسماء الاستفهام ألفاظ الصدارة دائما كنا نقول لكم كونوا مثل ألفاظ الصدارة شو يعني كونوا مثل ألفاظ الصدارة يعني نظلنا نسأل مثلا لا كونوا مثل أسماء الاستفهام شو يعني نظلنا كونوا مثل أسماء الاستفهام يعني دائما كونوا في المقدمة فأسماء الاستفهام ما تزبط إلا نتيجة في البداية بداية الجملة إذن ماذا تطوعت وشكرا إلها وقالت لا تفعل أنا بسد مسد المفعل به لكني أنا ما برضى إلا المقدمة فأنا مستعد أسد مسد المفعل به بس بظل مكاني في المقدمة فكنا لا شكرا إليك خلص أنت مفعول به وبتظلك في المقدمة وبالتالي تقدم المفعول به على الفعل والفاعل لأن المفعول به من ألفاظ الصدارة التي تحب الصدارة تحب المقدمة اللي هي اسم استفهام إذن يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل إذا كان المفعول به من ألفاظ الصدارة طيب شو يعني ألفاظ الصدارة التي تأتي دائما في بداية الجملة ولا يجوز أن تتأخر واللي منها أسماء الاستفهام تمام إذا كانت المفعول به من ألفاظ الصدارة إذن اعرفنا يا أستاذ الطريقة إذا شفت اسم استفهام واجب بعده فعل معنى ذلك أن هذا التقدم المفعول به على الفعل والفاعل بقوله تقريبا وصلت بس خلينا نضبط الشروط أكثر لو أخذنا أي كتاب قرأت تحكي لي يا أستاذ أي؟ أي؟ هذا اسم استفهام أي كتاب قرأت بسأل؟ طيب هل جاء بعده فعل؟ جاء بعده اسم يا أستاذ آمه لازم أي يجي بعده مضفئ لي لازم؟ فأنا بدي شيئا هون باجي على الفعل هل جاء بعده فعل؟ نعم قرأ فعل فعل لازم ولا متعدي فعل متعدي شو يعني متعدي؟ يعني بده مفعول به والتا التا فاعل طب وين المفعول به؟ المفعول به غير موجود مين بسد مسد المفعول به؟ أي الاستفهامية لكن لأنها من ألفاظ الصدارة التي لا تأتي إلا في البداية فبتقوله أنا بسد مسد المفعول به لكني يجب أن أكون في البداية إذن أي مفعول به؟ نعم مفعول به تقدم على الفعل والفاعل قرأت؟ نعم لماذا؟ لأنها من ألفاظ الصدارة إذن لاحظنا ماذا؟ أي طب نأخذ مثال ثالث كم دينارا أنفقت؟ باجي بقول كم؟ أجي بعد فعل يا أستاذ؟ أستاذ ما هو هذا كم؟ أي بيجي بعد اسم ننتبه كم دينارا؟ هذا مسميه تميز هذه كم الاستفهامية أجي بعد فعل؟ آه هذا الفعل إذن كم أي ما بيجي فعل مباشرة بعدها لكن إنه بيجي فعل إذا جاء فعل فباجي بقول له هذا الفعل هل هو متعدي ولا لازم؟ متعدي ماذا أنفقت؟ أنفقته؟ زبطة الهاء وماذا؟ إذن فعل متعدي والتاء فاعل طب وين المفعل به؟ المفعل به غير موجود إذن كم؟ ها بتسد مسد المفعل به فبنقول له مفعل به مقدم على الفعل والفاعل المفعل به مقدم على الفعل والفاعل لماذا؟ لأنه من ألفاظ الصدارة اسم استفهام طيب لأخذ المثال بعده من زرت هذا المساء؟ من؟ اسم استفهام زارة أجي بعد فعل والتاء فاعل طب يا أستاذ هذا زارة فعل متعدي؟ آه أستاذ ماذا زارة؟ ما زبطت؟ لا لما يكون الموضوع متعلق بالعاقل ما بيسأل بماذا؟ بحط الضمير الهاء زرته زبطت الهاء إذن إيش؟ إذن متعدي فإذن هذا فعل متعدي لذلك حكينا لكم مش دائما بجرب ماذا؟ بدي أجرب ماذا أو أجرب الهاء فإذا كان الجواب أو المتعلق بالعاقل فالهاء أفضل من ماذا؟ من زرته؟ من زرت هذا المساء؟ فعل متعدي التاء فاعل وين المفعل به؟ قطعا مش هذا المساء هذا مش مفعل به المفعل به بدي يكون الجواب للزيارة زرته محمدا محمدا المفعل به بس هنا من زرت هذا المساء؟ هاي ظرف ظرف زمان طيب إذن من بسد مسد المفعول به؟ بده مفعل به بسد مسد المفعل به؟ إذن صارت من هي المفعل به؟ مفعل به مقدم على الفعل والفاعل لماذا؟ لأنها من ألفاظ الصدارة طيب يا أستاذ هو كل ألفاظ صدارة بس أسماء الاستفهام؟ لا بس خلينا نأخذ أمثل ونشوف ما تقصد بكلامك؟ شو بتقصد بكلامك؟ ما هنا اسم استفهام وتقصد فعل وفعل متعدي بزبط معها ماذا؟ ماذا تقصد؟ والفاعل مستتر والمفعول به غير موجود قل لي يا أستاذ هاي بكلامك؟ أحكي لك كلامك الباع حرف جر وكلامك سمجرور إذن ليس مفعول به فإذن وين المفعول به؟ ما إذن هنا ما مفعول به تقدم على الفعل والفاعل إذن باللاحظ يا أستاذ أن الفاظ الصدارة أخذناهم كلهم أسماء الاستفهام وهذه الأسماء استفهام أخذنا ما؟ أخذنا ماذا؟ أخذنا كم الاستفهامية؟ أخذنا أي؟ أخذنا من؟ طب يا أستاذ أسماء استفهام ثانية طب ما هو برضو إلى حق الصدارة تيجي مفعول به؟ لا ما هو دير بالك مثلا هل وأه أسماء حروف استفهام لا محلا من العراب أين ومتى غالبا بعربوا ظروف؟ غالبا كيف غالبا يعرب حال؟ فعشان هيك إحنا بلزمنا هذول الأسماء التي تعرب مفعول به غالبا هذول تعرب مفعول به ما ماذا كم أي من إذن ليست كل أسماء الاستفهام تعرب مفعول به بدنا هذول أسماء ما ماذا كم أي من طيب يا أستاذ بس أسماء الاستفهام التي تعرب لها حق الصدارة وتعرب مفعول به لا خلينا نأخذ أمثلي ونشوف مهما تفعل يعلمه الله مهما هذا إيش اسمه اسم شرط اسمه اسم شرط ليس زي هذا اسمه اسم استفهام هذا اسم استفهام هذا اسمه اسم شرط طيب أجى بعده إيش أجى بعده فعل والفعل هذا متعدي والفاعل مستطر ومفعول به غير موجود غير موجود فأكيد هذا شو بده يعمل هذا بده يبكي بده يبكي بده مفعول به بقوله وينك يا مفعول به أنا بحاجي إلك فبتيجي مهما بتقوله بسد مسد المفعول به بس أنا إلي حق الصدارة أظل في مكاني فبتصير مهما هي المفعول به وبترضي بتصير هذا إيش مرضي ها مبسوط عشان إيش أخذ المفعول به فبتصير مهما مفعول به مقدم على الفعل والفاعل ليش لأنه مهما من ألفاظ الصدارة اسم شرط وأسماء الشرط ألفاظ الصدارة لها حق أن تأتي في بيدالية الجملة طيب نأخذ الجملة اللي بعدها أي كتاب تقرأ ينفعك تقول لي يا أستاذ لحظة شوي ما أخذنا أي هنا يحكي لك آه أي إلها استفهام وإلها شرط ممكن تيجي استفهام ممكن تيجي شرط فإذا لاحظت إنه هنا أجا استفهام وهنا بيجي شرط شو يعني شرط يعني إذا زي هون إذا بتفعل يعلمه الله هون إذا بتقرأ بينفعك طيب شو أجا بعدك آي ما جاش فعل يا أستاذ ما احنا اتفقنا إنه أي وكم بيجي بعدها اسم بعدين بيجي فعل فهنا تقرأ الفعل تقرأ فعل متعدي فعل إيش متعدي من الفاعل الفاعل مستتر الفاعل مستتر ممتاز وأي طيب يا أستاذ مش تقرأ بيدها مفعول به المفعول به غير موجود بتقول لي ينفعك يا أستاذ ينفعك هذا فعل ثاني بنسميه جواب الشرط جواب الشرط هذا ملوش علاقة الجملة انتهت هون طيب أي إذا أي هي المفعول به بتسد مسد المفعول به للفعل عشان ترضيه فأي صارت مفعول به مقدم على الفعل والفاعل طيب ليش لأنه من ألفاظ الصدارة طيب يا أستاذ إحنا مش اتفقنا أنه ألفاظ الصدارة أسماء الاستفهام أسماء الاستفهام وأسماء إيش؟ الشرط إذن أسماء الاستفهام أخذناها والآن قاعدين بناخذ أسماء الشرط اللي هي أيضاً مسميها لها حق الصدارة طيب ومن يهدي الله فما له من مضل من؟ من هاي؟ يا أستاذ هاي في من هنا؟ آه هذه من استفهامية؟ هذه من شرطية؟ شرط يعني إذا بهدي رب العالمين حدا فليس له مضل؟ هذه من الشرطية؟ فرق بين من الاستفهامية ومن الشرطية؟ تقوله تبقى أستاذ أنا بهمني أني أعرف النوع أنا بهمني أعرف ألفاظ الصدارة وأخذنا ألفاظ الصدارة من الاستفهام ورح نأخذ ألفاظ الصدارة من الشرط وراحظ أنه هناك بعض الألفاظ المتشابهة عشان أحفظها في ذهني عشان إذا أجد في الجملة أعرف أنه هذا يعرب مفعول به طيب من الشرطية؟ من؟ هذا اسم شرط أجى بعدها فعل يهدي والله جل في علاه الاسم الأحسن فاعل مرفوع بالضمه طيب الفعل يحتاج إلى مفعول به متعدي فبتيجي من وبتسد مسد المفعول به؟ صارت مفعول به مقدم على الفعل والفاعل لماذا؟ لأنه من ألفاظ الصدارة اللي هي اسم شرط اللي هو يجب أن تأتي في بداية الجملة تتقدم دائما في الصدارة طيب ما تزرع تحصد ما؟ هذا اسم شرط أجى بعدها فعل تزرعه فعل متعدي والفاعل الفاعل مستتر طيب هنا الفعل يحتاج مفعول به وين مفعول به؟ فبتيجي ما الشرطية وبتسد مسد المفعول به فبنقوله المفعول به تقدم على الفعل والفاعل ليش؟ لأن المفعول به له حق الصدارة يجب أن يأتي في البداية يعني هذا ألفاظ الصدارة يخلف عليها خدمتنا وعطت الفعل مفعول به فبتقول أنا برضو حقي إن أظل في البداية فكنا لقي حقك إن شاء الله تكون في البداية وشكرا لأنك ساعدت الفعل وسديت مسد المفعول به طيب منتاز إذن لاحظنا أن ألفاظ الصدارة من الاستفهام ما، ماذا، كم، أي، من بينما من أسماء الشرط هذنا ما، مهما، وأي، ومن الما موجود زيها في الاستفهام وأي موجود زيها في الاستفهام ومن موجود زيها في الاستفهام بس مهما هذه خاصة بالشرط مش وجودة في الاستفهام زي ماذا هون هذه خاصة بالاستفهام مش خاصة بالشرط طيب في عندي كمان واحدة هون كم الخبرية بنسميها ايش كم الخبرية شو الفرق من كم الاستفهامية صد ما احنا اخذنا هنا كم هاي كم هذي كم استفهامية سؤال لكن تحت كم خبرية شو الفرق كم خبرية هاي للتكثير 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 كثرة كم الخبرية كم مسألة حللت دون فائدة يعني انت حلت مسائل كثير لكن على الفاضي ها فهذه كم بسميها كم خبرية للتكثير برضو زي كم الاستفهامية بيجي بعدها ايش بيجي بعدها اسم هذا الاسم بعربه مضاف اليه مضاف اليه استاذ هل مطلوب مني اميز بين كم الخبرية وكم الاستفهامية لا لانه راح نخضها بالتفصيل في المهارات الفصل الثاني لكن بشكل سريع هذا السؤال واخرها تنوين فتح هنا الاسم تمييز لكن هون اخرها نقطة مش سؤال والاسم اللي بعد كم كسرة مضاف اليه لكن انا بهمني الفعل الفعل حل وفعل متعدي حللته والتفاعل المفعل به غير موجود فبتيجي كم الخبرية بتسد مسد المفعل به لكن لانها لها حق الصدارة فبتحرب مفعل به مقدم على الفعل والفاعل لانه من الفاظ الصدارة اذا يا استاذ انا فهمت منك امور انه الفاظ الصدارة عشان تعرب مفعل به اول شيء لازم تكون من هذول الاشكال ما ماذا كم اي من كم الخبرية ومهما سواء كان استفهام او شرط او كم الخبرية هذول الكلمات التي تعرب مفعل به هذا اول شرط صح اثنين لاحظت انه دائما سواء كانت استفهام او شرط او كم خبرية لازم تيجي بداية الجملة طبعا لانها من الفاظ الصدارة ثلاث لاحظت دائما بتحكيلي انه لازم يجي بعدها فعل متعدي ليش؟ لانه بحاجة لمفعل به ولكن المفعل به غير موجود فسدت مسد المفعل به مين؟ الفاظ الصدارة اذا هذول الشروط الفاظ الصدارة عشان تعرب مفعل به ركز انتبه اذا هنا يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا اذا كان المفعول به من الفاظ الصدارة وقلنا شوي الفاظ الصدارة نجمعها في جملة من ما مهما ماذا كم واي لكن لازم تكون بداية الجملة وبيجي بعدها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله خلينا نفهم هذا الكلام اذا هذا هو الشرط اذا يتقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا لماذا؟ لان المفعول به من الفاظ الصدارة المفعول به يا استاذ من الفاظ الصدارة اللي هي عبارة عن اسماء الاستفهم واسماء الشرط لكن الاكثر في استخدام الفاظ الصدارة من اسماء الاستفهم واسماء الشرط مفعول به هي من وما ومهما وماذا وكم واي فهذه هي التي تكون مفعول به مقدم على الفعل والفاعل من الفاظ الصدارة ممتاز يعني لو حكالي الان لو حكالي كالاتي ما سبب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ من تقابل فابتسم له أول شيء بدي أشوف من؟ هل هذا من؟ هل هي من الفاظ الصدارة؟ طيب من تقابل؟ إذن هاي أول واحد من؟ مش من من؟ وطبعا هذا اسم شرط إذن هذا له حق الصدارة شو يعني اسم شرط؟ يعني بمعنى إذا إذا بتقابل حدا ابتسم له طيب من تقابل؟ هل جاء بعده فعل؟ نعم هل هذا الفعل متعدي ولا لازم؟ متعدي فعل متعدي والدليل تقابله ها زبطت معا لها تمام؟ طيب ماذا تقابل؟ برضو بتزبط معاها سؤال ماذا؟ إذن من تقابل؟ فعل متعدي الفاعل مستتر طيب أين المفعول به؟ أين المفعول به؟ مش موجود المفعول به؟ فبلاحظ أنه غير موجود فبتيجي من؟ بتسد مسد المفعول به بتسد مسد المفعول به فصار هنا سبب تقدم المفعول به على الفعل والفاعل إذن بقوله هنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا لأنه من ألفاظ الصدارة من ألفاظ إيش؟ الصدارة طيب لو واحد حكي يا أستاذ لأنه اسم شرط سح لو هذا حكي اسم استفهام قطأ لأنه هي مش اسم استفهام هي اسم شرط طيب لو حكيناك الآت يا أستاذ من تقابله فابتسم له هل هنا هل هنا من مفعول به؟ لا ليست مفعول به ليش؟ لأنه الفعل هذا فعل متعدي لكنه أخذ المفعول به ناهيكة مش ناهيكة ضمائر مفعول به اتصلت بالفعل إذن هاي المفعول به موجود فهو مش بحاجة لمن فبطلت عرابها مفعول به ولا شو بيكون عرابها يا أستاذ؟ بيكون عرابها مبتدأ طيب لو كان الجملك الآت من تقابل أحدا فابتسم له بقول له أيضا لو صحت هذه الجملة فمن هنا ليست مفعول به لماذا؟ لأن تقابل ماذا تقابل أحدا؟ الأحدا مفعول به موجود فهذا مفعول به موجود إذن ليست بحاجة إلى المفعول به إذن من لاحظ أن هناك شروط لمجيء ألفاظ الصدارة مفعول به مقدم شو شروطها؟ أول شيء أن تكون من ألفاظ الصدارة التي تعرب مفعول به مقدم شو هي؟ من ما مهما وأي وكم هذول اللي بدي أبحث عنهم 2 4 5 ناقص واحد 2 4 وماذا؟ 6 هاي أول شرط أن تكون من ألفاظ الصدارة سواء اسم استفهام أو اسم شرط أو كم خبرية التي تعرب مفعول به مقدم وهي هذول الكلمات 2 أن تأتي في بداية الجملة لأنه لها حق الصدارة حق الصدارة شو يعني حق الصدارة؟ يعني بداية الجملة تقول لي أستطب في الشعر والآيات حكينا فيش علامات ترقيم في الشعر والآيات لكن بدي أن تنتبه أنه بتكون بداية الجملة بتكون انتهت جملة بدأت جملة جديدة من حيث المعنى طيب ثلاث الشرط الثالث إذن هاي الشرط الأول شرط الثاني شرط الثالث أن يأتي بعدها فعل متعدي عرفنا شو يعني فعل متعدي لم يستوفي مفعوله يعني شو يعني لم يستوفي مفعوله؟ يعني أن المفعول به طلعها المفعول به غير موجود أي لم يأخذ مفعول به أي المفعول به غير موجود طيب كيف بدي عرف أن المفعول به غير موجود يا أستاذ؟ بكون ضمائر ناهيكة غير موجودة مع الفعل ضمائر ناهيكة غير موجودة مع الفعل والمفعول به جواب ماذا غير موجود؟ زي ما أخذنا من تقابل؟ من تقابل؟ فابتسم له هذا الفعل يقول يا أستاذ طيب ليش ما خدناش الفعل اللي بابتسم بقولك لا احنا بناخذ الفعل اللي بعد الفاظ الصدارة طيب هذا الفعل هل ضمائر ناهيكة موجودة لا إذن الشرط الأول صحيح هل جواب ماذا ماذا تقابل موجود لا إذن هذا الشرط الثاني صحيح من من الألفاظ التي تعرب مفعول به نعم وجاءت بداية الجملة إذن هنا انطبقت عليها الشروط الشرط الأول إنها من ألفاظ الصدارة التي تعرب مفعول به جاء بعدها فعل هذا الفعل متعدي وما أخذ مفعول به أي أن المفعول به غير موجود يعني ضمائر ناهيكة مش متصل مع الفعل وجواب ماذا غير موجود مع الفعل فلو طبقنا هذه الشروط كم كتاب لديك كم كتاب لديك هل كم جاء بعدها فعل لا إذن هذه ليست مفعول به طيب كم مسألة حللتها هل جاء بعدها فعل نعم جاء بعدها فعل لكن ضمائر ناهيك موجود فالمفعول به موجود إذن كم ليست مفعول به طيب كم طالب ضحك جاء فعل جاء فعل لكن هذا فعل لازم ما بده مفعول به إذن هذه ليست مفعول به ما تقصد له الإساءة يسمى انطقاصا ما هل جاء بعدها فعل نعم جاء بعدها فعل وفعل متعدي طيب ضمائر ناهيكة موجودة غير موجودة لأنه تقصد غير موجود المفعول به لكن جواب ماذا ماذا تقصد الإساءة موجود المفعول به إذن هذه ليست مفعول به إذن من لاحظ إن الشروط لابد أن تأخذ بعين الاعتبار إيش هي الشروط أولا يجب أن يأتي بعدها فعل هنا الجملة الأولى ما ضبطت لأنه ما جاش بعدها فعل فبالتالي ليست ألفاظ الصدارة مفعول به طيب وشو تعرب؟ تعرب مبتدأ لكن مش مفعول به هون جاء بعدها فعل لكن الفعل أخذ ضمائر ناهيكة يعني المفعول به موجود إذن كم لا تعرب مفعول به شو تعرب مبتدأ؟ بدنا شيئا هون كم طالب ضحك هنا يعني طبعا هذه كم الخبرية بمعنى كثير طلاب ضحكه هنا جاء بعدها فعل لازم والفعل اللازم لا يحتاج مفعول به فإذن كم لا تأخذ مفعول به وبالتالي هذا ليست مفعول به هون ما تقصد له الإساءة يسمى انتقاصا ما الشرطية من ألفاظ الصدارة وجاء بعدها فعل اللي هو تقصد وهذا الفعل المتعدي ماذا تقصد؟ لكن جواب ماذا تقصد موجود؟ الإساءة إذن جواب ماذا موجود؟ معناة المفعول به موجود مدامه موجود إذن لا تعتبر ما مفعول به فإذن لازم الشروط كلها تأخذ بعين الاعتبار إيش الشروط؟ أن تكون من ألفاظ الصدارة هذه التي تعرب مفعول به ثنين أن تأتي في بداية الجملة ثلاث أن يأتي بعدها فعل يحتاج مفعول به وأربعة أن يكون المفعول به غير موجود وكيف أعرف أنه غير موجود؟ ضمائر ناهي كمش متصل مع الفعل وجواب ماذا غير موجود مع الفعل إذن طبقت هذه الشروط فبكون هنا تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا إذن ملخص هكذا نكون انتهينا من تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا إذا كان المفعول به من ألفاظ الصدارة ملخص الحال الثالثي وهو تقدم مفعول به على الفعل والفاعل إذا كان أخذنا ألف مفعول به ضمير مفصل لعدله على الاختصاص شكلها إياك زائد فعل متعدي زائد فاعل الشروط إنها تكون بداية الجملة يجي بعدها فعل يحتاج مفعول به مثال إياك نعبد هون إذا كان المفعول به من ألفاظ الصدارة شكلها إنه يجي ألفاظ الصدارة زائد فعل متعدي زائد فاعل مثال وما تنفك من خير يعلمه الله فما هنا مفعول به لأنه جاء بعدها فعل وفاعل وهذا الفعل يحتاج مفعول به غير موجود ضمائر ناهيكة مش موجودة وماذا تنفكه مش موجود فإذن هنا مفعول به تقدم على الفعل والفاعل لأن المفعول به من ألفاظ الصدارة إذن هذا ملخص الحالة الأخيرة في تقدم المفعول به على الفعل والفاعل وجوبا هل انتهينا؟ لابد من أخذ أسئلة الكتاب وأخذ أسئلة وزارية على الحال الأخيرة حتى يرتاح طمير ناهيكة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر